كان في بعض الخلافات وانا كلمت الوكيل بتاعه قلت له لا انت لان تكون منجر مش وكيل انت تدير موهبة دلوقتي فلان تعمل كل حاجة صح لانك ما تبعدش لعب زي ده رخيص كل حاجة حاضر 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 قلت له انت متخيل هم واخدينه عارة منية البيع لكن هم كان الخلاف احنا عايزين مبلغ عارة يستكمل الى بيع نهائي في حالة رغبتهم هم قالوا لا احنا اصلنا وعندهم وجهة نظر لانه هو حياخده في شهر اربعة المتخب هيرجع لو هو حيخش المتخب هيرجع ياخده بعد الشهر وعلى شهر ونص هيرجع يقعد شهرين ثلاثة معاه فقال لا خليها يعني المبلغ شراء اعارة نظير تحمل كل اعباؤه المالية بالشكل اللائق وانه يضمن انه يلعب وفي نفس الوقت له وخلاص النجاحات بتاعته يبقى هنشتريه بمبلغ محدد خلصنا دي بمجهود كبير كابتل خطيب الحقيقة كان له توجيه في هذا الامر هم حاجة عندنا انه يطلع ويلعب جينا في النقط بقى الاجرائية طب انت عايش ترجعولي كام؟ شهر عشر يا عم شهر عشر لو انت غيرت رأيك وماش ترتوش هيرجع يروح فين ده ما هيرجع يقعد ما عندي فيش فطرة قيد انت كده بتأذيف مستقبله الوكيل بتاعه يقول عشان خطر عمره عمر نفسه ابتدى يضعف وابتدى يقلق يا عمر خد مني الناس دي عشان تعزز نفسك لازم تصر انك ترجع في فطرة القيد بتاعت الدوري المصري عشان لو ما خدوكش تقيد هنا وهم عايزين اشتروك يبقى اشتروك من عندنا كانت عقبة العقبة الثالثة انه تأمين عليه انت عطي الرقم عايزين نأمن عليه بالرقم ده قلق ده كتير ده شوية مش عارف ايه قال لهم نقتصب قيمة التأمين وحلاه النهاردة بلغني نموة فالاهلي تنازل عن حاجات كتير عشان يتحل فرصة اللعب وهو برضو اصراره قدر يطلع ببريستيجو انا رايح لهدف رايح عشان اطلع المنتخد وانتو لو غيرتوا رأيكو ارجع على ندية ما عودش بقى مش عارف اعمل ايه بالزبط والحمد لله انا استقرت على كده عمر جمال لعيب كل امكانات ولولا الاصابة اللعينة لكان افضل مهاجب في مصر بلا منافس صحيح